معاي دا شكل السيناريا الاولاني هنشرحه جزء جزء عشان الناس تفهمو اه! تقسيمه زي ما انتو شايفين كده هنا أول حاج عنوان ارحيح بحطه هنا عنوان البرمغية بتاعتي عنوان الشاشة مثلا دي الشاشة الافتتاحية او شاشةて الاهداف او شاشة الدرس الاولاني الاطار رقمو دا الرقم دا يهمني في الاطار دا الشاشة رقم كام رقم واحد ليه? علشان دا هتفدنو في الكود هقول له مثلا انا في شاشة رقم واحد هتنقل لشاشة رقم اثنين لما نيجي في الكود ان شاء الله هنا مواصفات الخطوط الخاصة بالنص اللي هيبقى موجود وهنا مواصفات الخاصة بالعنواal هنا الجزء ده فاضي انا سايبه فاضي لسه ما شرحتش عليه عشان ده الجزء اللي هيبقى فيه بقى مواصفات النصوص بتاعتك هنا النصوص بتاعتك ايه عنوانها الخط بتاعة حجم اللون الخط الحجم اللون لو انت عندك كذا باراجراف براغراف رئيسي ومن براغراف بحطها بالتفاصيل دي عندك أصوات بتحطها هنا صوت مثلا هتظهر التكست أو العنوان ده بصوت مثلا كتابة أو كذا وكذا عندك صور محطوطة هنا في السكريبت بتاعك عندك وصات أخرى بقى فيديو أي حاجة تانية بتحطها فدي مواصفات خاصة بالإيه بالشاشة بتاعتك كل شاشة هيبقى فيها مواصفات بالشكل ده الأحداث والحركة دي الأنيميشن اللي هيبقى هنا أو الكودينج الأحداث دي خاصة بالكود الحدث بيقولك إيه مثلا لو أنا دغط زرار خروب هيعمل لي إجزت هنا النتيجة هتبقى خروب الحدث التاني لو أنا دغط زرار مثلا لو فينا زرار ناكست مثلا أو التالي هينقلني لإطار رقم عشرة مثلا اللي هو إطار رقم عشرة ده مثلا التقويم على سبيل المثال وهكذا طبعا كل ده بيكبر حسب الأحداث اللي إيه اللي عندك خلينا نشوف مثال كده كبير أنا عمله لدرس وده اللي هتطبعه معاكو إن شاء الله تعالى اللي هو الدرس زي ما انتو شايفين هصغر بس الشاشة شوية كده ده درس عام صلاح الدين الأيوبي فاصل عن شخصية تاريخية زي شخصية طراحي الصلاح الدين الأيوبي طبعا أنا نسيت أكتب هنا العنوان دي شاشة اللي تفتطحية العنوان بتاع الدرس بتاعه اللي هي شخصيات تاريخية مفروض تınıتكتب هنا وعنوان الشاشة دي عنوان اللي هي عنوان صلاح الدين ممكن نكتب صلاح الدين النصوص بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم الخط كذا وحدة شخصيات تاريخية اللي هي صلاح الدين الأيوب هيبقى بخط كذا ولون كذا الأصوات صوت ألا كذبة ملف صوتي رقم واحد وده اللي هيبقى في الفولدر عندك بتاع فولدر اللي ايه المشروع بتاعك وببدأ حطها ايه بين قصين مثلا السوات الخلفية رمضية وسوات أخرى لا يوجد الحدث اللي أنا عامل هنا موقع زمني قدره خمس ثواني النتيجة ينتقل إطار رقم اثنين اللي هي الشاشة التانية الإطار هنا رقم ايه؟ واحد خلينا نشوف الشاشة التانية دي شاشة الأهداف فيها الكلام أكتر برضو العنوان هنا مفروض أكتب أهداف البرنامج مكتوبة هي مفروض هنا أنا علوان شخصيات تاريخية معلش دي أنا عدت مني مفروض أكتبها النصوص بتاعتي أهداف البرنامج الخط بتاعه كذا حجمه كذا اللون بتاعه أحمر مثلا مفروض يبهين أقولونه أحمر بس أنا خليته عبيض عشان يبقى ظهر بس قدامكم تهدف مثلا البرنامج تحتك كذا واحد اثنين تلاتة اربعة الخط بتاعه كذا أصوات ده هيبقى مسجل بصوت المعلم تمام كده؟ وأصواته صوت المعلم يعدد الأهداف خلفية رمضية مثلا الحدث استخدام الفرع على زر حول البرنامج وده هيقل لي رقم تلاتة اللي هي الشاشة بتاعتك اللي هي شاشة حول البرنامج الحدث التاني استخدام الفرع على سر السماعات مثلا ده زر السماعات اللي هي تشغيل ملف رقم صوتي ورقم اثنين اللي هو خاص بصوت المعلم الحدث استخدام الفرع على زر خروج أمر exit تمام كده؟ دي شاشة الأهداف شاشة حول البرنامج اللي احنا لسه شرحنا ده اقتر رقم تلاتة نفس المواصفات اللي أنا بقول عليها في كل حاجة شاشة المحتويات طبعا أنا لسه ما حطتش محتويات قائمة المحتويات اللي هي ممكن يبقى نشقة صلاح الدين الحاجات دي كلها أنا هعمل سيناريو كامل ان شاء الله بتفاصيله زي ما الكتاب بيقول ان شاء الله وارفعه ليكم بحيث اللي هو يبقى نموذج ليكم ان شاء الله في تصميم الايه السمر وهكذا أمشي على كل شاشة بنفس التفاصيلها بنفس الشكل الزي ما انتوا ايه شايفين كده لحد ما خلص آخر الشاشة عندي شاشة التقويم اللي هي بتبقى ايه التقويم ده النموذج بتاعي اللي هو النموذج اللي هو النموذج